نهي دوري أبطال أفريقيا وفاق سطيف ولا أول غصص الإنجولي ولا حرية كونكري الغيني تعال نشوف معيك الجمهور رد علينا وقال لنا إيه هنشوف الإجابات اللي جات لنا من على الفيسبوك إبراهيم عبدالسلام قال لنا بغض النظر عن الفرقة اللي هنقابلها هتمنى مواجهة أو مواجهة فريق أفريقي أحمد فهمي قال وفاق سطيف عشان اللعيبة تستعد كويس في الماتش بعكس الفرقتين التانيين هيكون فيه تراخي في الماتش زي ماتش كمبالا أحمد عصمون قال لنا وفاق سطيف وست عنطر بيقول نظرين أننا نواجه فريق من جنوب أفريقيا أفضل من فرق شمال أفريقيا لأنها بتكون عنيدة جدا على أرضهم ولكن فرق جنوب أفريقيا دايما الدفاع عندهم بيكون ضعيف محمد فيومي بيقول أتمنى وفاق سطيف لدواعي الإرهاق والسفر للجزائر مريح وأعتقد أن الأرعى هتكون حرية كونكري يوسف راشد بيقول وله هنا نفسي حرية كونكري بس البطل ما يخافش من حد أو من أي فريق أشرف نموزاجي بيقول وفاق سطيف لأن أرقامه في البطولة تبشر بالخير لنا شعبان بيقول من ورد دنيا بشكرك جدا أتمنى فريق أول أغسطس أفضل من شمال أفريقيا أحمد رفعت بيقول مساء الخير يتيم أنا بقول وفاق سطيف إن شاء الله نكسب أفريقيا التسعة حمود صبحي بيقول أتمنى مواجهة حرية كونكري الغيني وإن شاء الله الندي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا عبدو بيقول مساء الوارد بشكرك أتمنى نبعد عن وفاق سطيف للبعد عن مواجهة شمال أفريقيا والأهم الجزائر تحكريكي بشكرك جدا وإهاب كمان بيقول أتمنى مواجهة حرية كونكري الغيني محمد رفعت بيقول أتمنى أي فريق غير وفاق سطيف عشان ضغطة الجمهير الجزائرية رهيبة بس إن شاء الله إحنا قدها ومحمد أنور كمان بيقول أتمنى مواجهة وفاق سطيف الجزائر دي كانت أراءة الجمهور لما سألناهم نادي الأهلي بتويتر في تويتر محمد بيقول أو الأغسطس ذات الحفش بيقول أفضل حرية الغيني ولكن أهلي سيقابل وفاق سطيف عمر بيقول أتمنى نواجه فريق أول أغسطس عولى أحمد بتقول وفاق سطيف أيمن بيقول أول أغسطس محمد فتح بيقول وفاق سطيف أحمد بيقول الأفضل وفاق سطيف ومحمد بيقول أي حد إحنا الأهلي ثقة في الله هنكسب مهر أبو بكر يقول ما تفرقش معنا إحنا هنقابل مين المهمة تكون البطولة لنا إن شاء الله محمد سليمان بيقول البطل لا يخشى مواجهة أي فريق دي كانت الأراء كمان اللي جات لنا من على تويتر نهد على الدوري المصري الممتاز وشايف لقاءات الندي الأهلي في الدوري